اشتركوا في القناة وتستمر إلى شهر إبريل مؤكدا أن الأرصاد يمكنها أن تتوقع تساقط الأمطار قبلها بعشرة أيام فقط إلى ذلك اتفق الأعضاء بالإجماع على عدة مقترحات وتوصيات من أهمها التوافق على تحويل مركز أرفاع الشرق الصحي إلى مستشفى للولادة والموافقة بالإجماع على استملاك عقار في منطقة البحير لإنشاء حديقة متكاملة لأهالي المنطقة لافتقارها إلى الرقع الخضراء واستملاك منزلين لإنشاء مواقف سيارات والموافقة على مساهمة شركات القطاع الخاص في إنشاء مرافق ترفيهية واجتماعية عامة في منطقة منتزه الحنينية وتوافق الأعضاء على توصية اللجنة القانونية والمالية بشأن لائحة تنظيم الخيام الرمضانية الخاصة بالأفراد